اكيد شفت التصميم ده كتير قبل كده طب ايه رأيك بقى هنتعلم ازاي نعملوك يلا بينا طيب بص بقى دي سلسلة جديدة اسمها سلسلة التصميمات المشهورة باختصار كده هنجيب اشهر التصميمات الابداعية وهنتعلم ننفذها بكل سلاسل مع طبعا الحفاظ على اسم او صاحب التصميم الاصلي المهم يا سيدي من اوالي الحاجات اللي تجذب تعيني جدا في الديزاين ده هي اللمعات اللي انت شايفها في بعض العناصر الموجودة في الديزاين زي مثلا اللمعة الموجودة في الفلفل او البصل او الجبن او الحاجات اللي قدامك واختيار نفس الصور بالظبط اخد شوية وقت ولكن مش مشكلة قدينة بنتعلم المهم بقى لو سلسلة عجبتك قولي في الكومنتات علشان لو كنت هكمل او لا ما تنسيش اللي اشتراك في القناة واللايك والشير علشان يوصل لكل الناس ويلا بينا كل ما لقى نفسي زقان عقلي قمع بالسلسلة بسرعة قمع بالسلسلة جديدة فيش وقت المهم بقى نهارده ان شاء الله زي ما قلت لك كده بص انا مش هرحمكم سلاسل جديده جماعة هديكم سلاسل لحد لما بصوا ومش هيبقى عندكم منفس تمام طيب خلان اقولك ان احنا كده عندنا تلت سلاسل الاولى هي سلسلة واحترافية والتريكات وكل الكلام ده التانية سلسلة التصميمات التجارية التالتة سلسلة التصميمات المشهورة هنبدأ ننزل فيديو من كل سلسلة يعني مثلا النهارده للتصميمات المشهورة الفيديو الجاه يكون لتصميمات التجارية الفيديو اللي بعده وهنفضل نرفه وهكذا علشان ننوع في المحتوى زي ما قلنا في الله بينا نخش في ديزاير النهارده بص يا سيد المقاس مبدئين هنبدأ نفتح مقاس كده مثلا تلت تلاف بيكسل في الفين في روزوليوشان مئة وخمسين وهنخلي المقاس بالطول هندوسها على الرجل اللي هيبدأ وهبدأ عامل كريات هيفتح لك المقاس كده بالشكل لو انت عايزت تخليه كنا اعرض شوية ما عندناش مشكلة خالص اهو فخلينا سريعا نروح للصور اللي احنا هنشتغل عليها الصور كلها حملتها لك من واجوجل تقريبا او مش فاكر لأ تقريبا ما خدناش حاجة من جوجل فخلينا سريعا ناخد الصورة المهمة بالنسبة لنا او هي اول حاجة هنشتغل عليها علشان اشير باك جراوند هجيب الماجيك تول سريعا كليك هنا على الافل ده وهبدأ دوس من الكيبارد هيبدأ يحزف لك الباك جراوند دي علشان اشير السليكت اللي برا ده كله اهو وهبدأ كليك يمين على اللير هعمل قلنا علشان لما نصغر الصورة للاخر بالشكل ده وجيت تقبرها تاني تلاقيها محافظة على نفس الكوالاتي بالزبط طيب خلينا اقول لك مثلا يا سيدي لو ما عملتش كونفيرتو سمارت يعني انا هرجع معك الورا خلينا اصغر معاك الصورة كده وتعال اقبرها يبقى باني لو شفت حاجة تمام فالخطوة دي مهمة انك تعملها في كل لير هتبدأ تاخده او هتشتغل عارفة ديزاين بتاعك عموما مش بس هنا فاهمني فانا هبدأ اشده كده معايا على ديزاين بتاعي عشان اعكس الفلفلية هبدأ كنترول تي كده يمين هختار الفلب اللي هي لقبل الاخيرة وهبدأ ادوس كده دوسة يبدأ يعكسها لك بالشكل ده هصغر الصورة مثلا بالشكل ده وهبدأ اخلي مثلا الفلفلية بميل او حاجة تمام تاني خطوة على طول هعملها هجيب البنتول وهبدأ اقص الجزء اللي انا محتاجه مثلا بالشكل ده مثلا بالشكل ده كنترول انتر علشان الحم السيليكت في بعضه وهعمل كليك يمين هنا على اللير هعمل علشان اقدر اخد الجزء اللي انا عملت عليه السيليكت في لير لوحده فهعمل ايه هروح عند اداة السيليكت المربعة هنا كده هدوس عليه هدوسة كليك يمين هلاقي حاجة اسمها طب لو انا ما عملتش ما كنتش هلاقي الاختيار ده ظهر لي بالشكل ده فلما هدوس عليه هنا خلى لي الجزء ده وهنا خلى لي الجزء ده طيب هبدأ اعمل كليك يمين لكل حاجة زي ما قلنا اهو وهبدأ اصغر بقى الصور بالشكل ده همسك الجزء ده اللي هنشتغل عليه وهبدأ ازبطه كده اهو قبره بقى نشوف هنعمل ايه يفضل وانت شغال تخلي دايما الديزاين الاصلي قدامك علشان تبدأ تشوف الاتجاهات وتبدأ ترجع وتروح كل شوية وهكذا فاهمني? يعني ما بصش بصة وتروح تجري لا خلي الديزاين قدامك علشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه حلو? طيب هنا اول حاجة عندنا كانت الفلفل فانا سريعا كده هبدأ ااخد الجزء ده هشيل بص الابيض ده سريعا كده اهو تمام? والفلفلة اللي تحت انا مش عايزها فبين تقول كده سريعا يعني مثلا وهبدأ كنترول انتر وزي ما قلنا علشان اخدها في لير لوحدي هكليك مين وانا واقف على المربع وهبدأ اعمل او اعطي نسى الخطوة دي وهبدأ ااخد معي الفلفلية مسلا هنا بالشكل دي محتاج كمان حوافها يبقى كيرفي ما يبقاش حد او كده اللي هي دي فانا مسلا هبدأ اجيب وهخلي الجزء ده يبقى كيرفي كده اهو نفس الخطوة هنا برضو وهبدأ ارجع على الديزاين اهو اول فلفلية معايا طيب الفلفلية محتاجة انها اتنان فانا هعمل وهبدأ انا ايا فيها وانا مسابل سابع على الكنترول بقدر ان انا اتحكم وخليها تبقى نازلة تحت بالشكل ده فبص معايا كده انا برجع اهو تمام تاني في الفلية تبقى هنا مسلا فوق اهو والتالتة هتبقى نازلة تحت كده شوية بس ده يخليها تبقى تحتهم وهبدأ امسك التلاتة مع بعض بالشكل ده وهبدأ اقبرهم طيب مسكتي التلاتة ازاي لان الاختصارات دي بتفرق قوي يعني انا لو واقف هنا وعايز امسك البقين وانا واقف على على الليار اللي جنبها بتبقى اول الليار على الليار اللي جنبها بتبقى اول الليار هسيب الشفت وهبدأ اتحرك هيبقوا خلاص معايا ما فهمش اي مشكلة طيب في فلفلية رابعة هبدأ اعكسها كده وانا ييمها شوية ولكن دي هخليها تبقى تحت دي اهو فهتلاقي ان الامور بدأت تبقى قريبة طيب الليار دي انا ممكن اخفيها دلوقتي خالص اللي معايا بعد كده المايونيز فهبدأ مثلا اجيب شكل زي اللي في النص ده اهو سريعا كده هجيب اداة الباتش تول وهبدأ اخد الجزء ده كنترول جاي علشان اخده معايا كده اهو وهبدأ بقى شوف انا هعمل ايه طيب انا ممكن اجيب اداة الباتش تول تاني وهبدأ اقص بس الجزء ده وممكن مثلا ايه? العب فيه كده اهو لحد اما شوف ممكن نعمل في ايه? هشيل ده خلاص مش محتاجه تمام? طبعا اللون مش مايونيز خالص فاحنا علشان نعمله مايونيز ممكن ندوس كنترول يو وانا واقف عليها هقلل مسلا هعلي من هنا هبدأ اغير مسلا هنا في الالوان مسلا طيب خلينا اجيب مسلا اداة كنترول جوا اللير بتاع الده وهبدأ امسك كده الاسهم الصغيرة دي فهتلاقي ان انا ممكن اكون قربت شوية من اللون بتاع المايونيز دي يعني الى حد ما لفوق هنا مسلا شايف سبت صبعك على الكنترول ممكن اعكس مسلا بالشكل ده اهو خلينا اعمل لها كونفيرتوس مارت عشان ما تبكسلش مني وانا بكبر فيها كده اهو فمسلا هنخلي واحدة هناك لو بكسلت ممكن تروح عند فلتر شاربن هتختار الشاربن مور طيب هبدأ واشد كده علشان اخد منها كوبي وهبدأ مسلا احط واحدة هنا كده اهو وممكن ناخد دي برضو وانا مسابت سبع على الالت ولكن هرفعها فوق 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 كمان اهو فهتلاقي ان هي كده شكلها بقى حلو جدا طيب الخطوة اللي معنا بعد كده هي خطوة البصل فسريعا كده ايه قبل بين تقول سريعا اشيل الجزء اللي جوه ده وهنا طبعا البصلة اللي تحت دي برضو مش محتاجينها كنترول انتر كنترول جاي علشان اخد كوبي من البصلة وهبدأ اشدها معي على ديزاين هخليها طبعا تكون تحت وهنعمل كونفيرتوس مارت اوبجيك ودي هخليها بميل شوية كده واحدة قصدها بميل كمان ولكن هخليها تبقى هي اللي تحت وهمسك اللي اتنين واحدة تالتة اهو هخليها تبقى تحتهم زي الفلقة لو ممكن همسك كل الليارات من على طبعا الليار دي وهبدأ ازبط الحاجات دي في اتجاه نفس الفلفلية بالشكل ده ولو الصغيرين طبعا ممكن نقبرهم بالشكل ده طيب علشان ما اخرجش برا الليلة دي كلها ممكن اعمل ايه ممكن اقفق خالص هعمل هجيب وهخلي هنا وهبدأ مسلا اخلي الرقم اللي هو العشرين ده يكون مسلا عشرة والفل دي هخليها تبقى خط احمر كده وخليني بس اخلي الليون هنا يبقى سود وخليني ارسم في الفلية مسلا كده بشكل تقريبي يعني علشان بس ما اخرجش انا برا ايه برا ايه حاجة من الكلام ده يبقى انا لما همسك كل الليارات هبدأ ازبطها جوة الشغل اللي انت شايفه طيب اللي معي بعد كده هو الخاص هبدأ اشده معي سليكت كده على الابيض سريعا دليت هزوم كده علشان اشير الابيض ده وهبدأ هعمل على كل واحدة وقلنا وبعد كده على كل فيهم وهبدأ اخذ اللي اتنين معي هناك هكبر بقى وهخلي طبعا الليير الخاص ده يبقى تحت البصل هكبر دي كمان شوية البصل دي ممكن نكبرها شوية طيب هنا هيبقى نقص معي والجبنة فانا هبدأ على طول كده سريعا برضو هاخد اللي تحت على الشمال هتسليكت كليك يمين لي ربيقات وهبدأ امسك الجزء ده الليبو كده وقبره طبعا وهنخليه يكون تحت الخاص وممكن اشيل دي خلاص مش محتاجة همسك الجزء بتاع البرجر ده كليك يمين هجيب الورب وهبدأ انزل بيه لتحت كده هعمله زي كيرف كده صغير اهو وهبدأ اجيب الجبنة سليكت على الابيض سريعا وهبدأ احزف الابيض واشد معي الجبنة كده اهو خليها طبعا تكون تحت خالص بالشكل ده وهخلي مثلا ايه الدايرة اللي جوة الجبنة دي كأنها البرجر خبطة في يعني في عاملة الشكل ده طبعا احنا كده قربنا جدا 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 طبعا هنا العناصر انا ببدأ ازبطها كده على حسب عناية يعني اهو يعني انا ممكن اكبر الخاص شوية انزيله لتحت وهكذا بقى طيب كده مش نقص حاجة غير اللي يرى اللي احنا خفينها في الاول خالص اللي هي الاخيرة دي هنا هبدأ اصغرها وطبعا في جزء هنا مش محتاجينه خالص اللي هو الجزء اللي فوق ده هبدأ مسلا من اول هنا كده هرجع بس دي زي ما هي وهعمل طيب ان لسه فيها جزء زيادة مش محتاجينه برضو مثلا بالشكل ده وطبعا الشكل مش حلو خالص محتاج لسه تزبطات وحاجات هبدأ اقول لك دلوقتي هنعمله ازاي ولكن قبل ما اقول لك احنا محتاجين نركب جزء هنا علشان يديني شكل دي اكتر هبدأ ااخد الجزء ده هسيبهه لك مقصوص جاهز وهبدأ وانا مثبت سبع على الكنترول اهو ببدأ ازبط في اتجاهاته اهو تمام وبعد كده همسك الاتنين لو عايز اعملهم مرج علشان ابقى متحرك او بتحكم فيه احسن مفيش مشكلة فهبدأ كده خلاص اهو طبعا محتاج يكون ارفع واطول من كده فانا هبدأ ااجي من فوق كده فلتر هختار الفلتر ده وركز بقى انا هزوم كده تمام وهنقف على الصابع اللي فوق ده وهنا يسا اكبر الشوية وهنا هبص هبدأ اخلي اهو انا بشد كده بالكليكات اخلي الموضوع يبقى بكيرفي كده ممكن نطوله كمان لو عايز تطور ما عندناش مشكلة طيب خلال اروح نشوف بس علشان لو مش مزبوطة يعني بدأت تزبط جدا هبدأ اجيبه الورب مثلا لو فيه حاجة برضو محتاج تزبطها بالورب اهي هيبقى شكلها حلوة قوي تمام بالعناصر كلها انا حاسس ان هي محتاج انها تنزل لتحت كده بص علشان الكيرفي يبقى ماشي بالزبط يعني فلما تيجي تبص هتحس ان الامور بدأت تبقى شكلها حلوة جدا وما فيش حاجة خارجة برا اي حاجة طيب هنا مثلا الفلفلية دي وانا مستبت صابع على كده اهو ممكن اكبرها شوية مش قوي عنه وممكن زي ما احنا وقفين عليها نروح على نفس الفلتر ده هيخلينا مثلا ايه ان نرفع دي شوية محتاج ان نطولها عادي محتاج ان نعمل فيها اي حاجة عندناش مشكلة اهو زي سهلة سهلة خطوات كلها عبارة عن رص ما فيش اي مشكلة هعمل اللي يردت كلها في جروب اهو مثلا بالشكل ده وسريعا هعمل هقف هنا كده وهروح عند السولد كلر هختار اللون الاحمر الدرجة الغمقة شوية بالشكل ده هعمل هجيب البراش تول كبر السايز وهجيب البراش الخفيفة وهبدأ اجيب المربع الاسود هدوس كليك شمال هنا عشان يخد لنفس الدرجة دي وهبدأ اعليها بالشكل ده وهبدأ ادوس اوكي وهدي كليك وهامسك دي كنترول تي كده هخليها تبقى ورى الفلفلية بالظبط مش هعمل اي حاجة تانية لو محتاجة اقرب الجزء ده طيب زي الفل ونجيب مسلا خاصية طايرة كده بالشكل ده تملم معنا بس الفراغات دي اهو بالشكل ده كده خلينا مسلا اقرب الجبنة شوية خلينا اقرب كمان الفلفلية دي خلينا امسك كده اللي يارات وقربها كلها من بعض شوية مسلا كده حاسيت ان الامور بقت بولد اكتر بقت ادخن شوية تمام هنا مسلا ممكن امسك الجزء بتاع المايونيز ده هجيب الدايرة مسلا السيليكت الدايرة وهعمل السيليكت مسلا على الجزء ده كنترول جاي اخد واخلي مسلا ايه يبقى فيك حاجات كأنها طايرة كده بالشكل ده الجزء الاخير ده اعتقد لو صغرنا يبقى احسن طيب خلينا نفتح صورة زي صورة دي مسلا وهبدأ مسلا ناخد الجزء ده وهيشده معي هناك اهو كل اللي هعمله ان انا هغير وهخلي طبعا ده يبقى خارج من كده بالشكل ده اهو وهبدأ سبت ايدك على الالت وهو اعكسك كليك يمين اختر الفليب اللي قبل الاخيرة اهو مثلا بالشكل ده زي الفول تمام طيب اخر خطوة هعملها معك او الخطوة اللي قبل الاخيرة انزل تحت خالص اعمل حد ادات البراش تول اللون الاسود ودي هنا كليك وبعد كده كنترول تي وهات الورب وابدأ شد كده بكليك نحية اليمين بالشكل ده وبعد كده انتر امسك الشادو ولكن هنعكسه سورة بقى انا عملته العكس اهو ولكن مش مشكلة هبدأ خليه بقى تحت هنا اهو وهبدأ اقلل القباسة بالشكل ده هيبقى شكله حلو جدا كمان لو مسكنا دي خلينا اللون يبقى اغمق شوية اللاحمر هنا هيبقى اقوى تمام تعالى بقى على اهم خطوة واقوى خطوة في الموضوع ده هيغير الليلة دي كلها مية وتمانين درجة امسك كل اليراد بتاعت الفلفل خلاص هم في جروب اصلا مش هنعمل حاجة تعالى في الجروب بتاعها وابدأ اعمل نيولير فوق الجروب بالزبط كنترول وتعالى عند النورمان خليها بالشكل ده وروح فوق عند خليها وبعد كده هنختار وهنختار من النورمان هنا برضو وهبدأ ادوس اوكي طب انا كده عملت ايه بقى هقول لك دلوقتي انا هنا هبدأ امسك اداة اهو يعني انا امسك في الاول وهخلي مسلا هنا الرقب يكون تلاتين مسلا او حاجة وهبدأ على المناطق الفتحة بص اهو احنا كده بنعمل زي ريتاطش يعني بص هنا في جزء فاتح هو انا ابتدت اصغر بالعد الجزء علشان انا مش هقرب جنب الحتة الغمأة نهائيا فبص هنا مسلا في جزء هنا مسلا في جزء صغير فانا هبدأ اصغر ممكن نزود شوية هنا نخليها مسلا اربعين طبعا جايز انت تبقى شايف ان الموضوع ممل ولكن هوريك في الاخر النتيجة هتبقى عاملة ازاي خلينا سريعا يعني بس هي لو خدت فيها وقتك الموضوع هيبقى تحفى تمام طيب تعالى بقى في اللمعات انا هزود هنا الجزء ده مسلا ستين وهبدأ بص مش اوي برضي يعني حاول بقدر الامكان برضي ايه ما تزودش في الموضوع اوي يعني فعيني هنا في لمعة اهو وهنا في لمعة وهنا في لمعة وهنا في لمعة وفوق كده في اهو انا بس بدوس على الحتة اللي هي اصلا فيها يعني انا مش بعمل حاجة غير ان انا بقويها ما بروحش في الغامق ودي فاهمني لأ هنا في لمعة تمام طيب البصل كده انا بتكتك اهو البرجر والجبنة طيب يرجع لورا تمام تعالى بقى واريك قبل وبعد يعني بص كده كده بعد كده قبل بعد قبل فرق كبير وكل ما هتاخد وقتك الموضوع هيكون تحفى اكتر من كده بكتير تمام بص كده تعالى يمسك البرجرية دي عشان حاسس ان هي اه بهت قوي فانا هقف على اللير بتاعتها وهدوس عليها وهبدأ بالليفلز كده ايه قد كده احساس يعني ان هي كأنها فعلا على الجريل او حاجة فاهمني فزي الفول وهبدأ ااخد الجملة دي كده زي ما هي هحطها على اليمين فلما تجي ببص هتلاقي ان احنا عملنا ديزاين في اقل وقت ممكن وبطريقة شكلها حلو جدا جدا تقدر تستخدم نفس التريكات اللي احنا عملناها في اي ديزاين تاني مش شرط ديزاين ده وزي ما قلتلك لو السلسلة كويسة وانت شايف ان فيها استفادة ليك انزل اكتب لي تحت في الكومنتات الكلام ده واشترك يا عم في القناة بقى اشترك في القناة بقى اعمل لي لايك بقى اعمل لي كومنتر حاجات اللي بتشجعني لو ما عملت ليش الكلام ده مش هبقى عندي اي طاقة ده اعمل اي حاجة عشان تبقى فاهم بس فبس مثلا اراك في الكومنتات اشوفك في الدرس التاني ان شاء الله من السلسلة دي بعد سلسلة التصميمات التجرية ان شاء الله اللي هنبتدي فيها الدرس الجاي اشوفك على خير سلام